موسيقى رئيس المخابرات السابق يكشف عن تآمر سياسيين بارزين ضد النمسا ويضانات تشل الحركة غرب النمسا وتوقعات بوصولها للشرق الغلاء يغير سلوك ثلثي السكان في التسوق والحكومة التعد بالتصرف انخفاض حاد في مبيعات التجزئة خلال النصف الأول من العام محاكمة شركة متهمة بسرقة 2.4 مليون يورو بالعمل الأسود وأفغاني يفقد أنفه ثم يعثر عليه في صندوق النفايات والمستشفى يعيده له مرحبا بكم في نشط الأخبار عن النمسا ميديا لهذا اليوم كشف الرئيس السابق للمخابرات النمساوية بيتر جريدلينج في كتابه الجديد تفاصيل اقتحام ببنى المخابرات في عهد وزير الداخلية كيكل وتحدث في الكتاب عن تأثير المدهمة على مركز المخابرات وطرح تساؤل عن تسالل الجواسيس الروس والمؤامرات مع الأمريكيين والصينيين والإسلامويين وكشف أيضا عن محاولات تشويه سمعة المراكز الأمنية والتأثير السياسي عليها متهما المستشار نيهامار بالموافقة على ما حدث وقتها إضافة لتآمر محكمة الفساد في هذا الوقت وتحدث عن العلاقة المريبة بين حزب الحرية وروسيا ضربت العديد من الفيضانات ولايتي تيرول وسلسبورج غرب النمسا الأيام الماضية مخلفة أضرارا كبيرة إضافة بطعات لحركة القطارات لساعات طويلة وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية النمساوية أن العديد من خطوط السكك الحديدية توقفت وتم فرض قيود شديدة على حركة القطارات في مناطق متعددة وتم اتخاذ تدابير للسلامة في العديد من المواقع بسبب ارتفاع مستويات المياه بالشكل الخطير كما تم تطبيق قيود على حركة القطارات بسبب مخاوف من الانهيارات الطينية حيث من المتوقع امتداد الفيضانات لشرق البلاد أشفاء استطلاع للرأي من مؤسسة إيماص أن 69% من النمساويين يعتقدون أن التضخم أثر عليهم بشكل كبير وبين الاستطلاع أن ارتفاع تكاليف الكهرباء والغذاء غيرت سلوك الشراء بناء على التضخم وشمل ذلك التوفير وشراء منتجات مستعملة حيث أن التضخم يؤثر على المزاج العام بشكل سلبي وقد تم سؤال 1033 شخصا فوق 16 عاما يذكر أن الحكومة النمساوية سوف تعقد غدا مؤتمرا لبحث تقديم مساعدات جديدة للحد من الغلاء المستمر أظهرت بيانات اقتصادية تدهر قطاع التجزئة بالنمسا في النصف الأول للعام 2023 بنسبة 3.8% مقارنة بالعام السابق وبينت تقارير أن القطاع لم يحقق أي نمو حقيقي في معظم فئاته خلال هذه الفترة وتحكس هذه التطورات الأثر المتواصل لجائحة كوفيد إضافة إلى التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وشهدت القطاعات نموا ضعيفا حيث ارتفعت الإيرادات 4.4% ولكن دون نمو حقيقي ومن المتوقع استمرار هذه النتائج السلبية حتى نهاية العام خاصة مع زيادة إفلاسات الشركات بدأت محاكمة شركة بناء في قضية احتيال اجتماعي وتشغيل عمالة دون تجهيل أو دفع ضرائب بأضرار قدرت بـ 2.4 مليون يورو وحسب معلومات الشرطة المالية تم استخدام عمال غير مسجلين لتجنب دفع مساهمات الضمان الاجتماعي لـ 897 عامل حيث ظهرت الأدلة بقوة بعد اعتماد الشركة على شركات مقاولة وهمية فيما أكد محام الدفاع أن كل الاتهامات باطلة خاصة أن أرباح الشركة تفوق العشرة ملايين يورو سنويا مؤكدا أن أصحاب الشركة مندمجين في مجتمع النمسا العليا جيدا في حادثة غريبة دخل الشاب من أفغاني الأحد الماضي لقسم الشرطة في مدينة جراتز وهو فاقد لأنفه في حادثة سقوط من دراجة عسب زعمه وعلى الفور فتشت الشرطة موقع الحادث الذي يقع قرب محطة القطارات الرئيسية باستخدام الكلاب البوليسية وعثرت على أنف الشاب في صندوق نفايات مع ملابس ملتخة بالدماء وقامت بحفظه بالثلج ونقله المستشفى مع الشاب حيث قام الأطباء بخياطته له لكن الشاب غادر المستشفى على الفور ما يعرض وضع الأنف لخاطر السقوط لما تعتقد الشرطة أنه للحادث أسباب أخرى المعبادة المقابنة فيه الجنرال جاء جايا قد عميز مدينة معها وبعث العاشر الظعاني كان المعبادة لأرجح الجزء ورائلخ معه ثم انتهيه في رأس أمور لكن لا نعطيق إذا كانت مؤخرا و مجرد عدد المعبادة لأنهاها لذلك ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثاني سلام ومسيحة سعيدة وإلى اللقاء